تستعد قافلة للصليب الأحمر الدولي واللبناني بالتنصيق مع قوات اليونيفل للتوجه إلى بلدة الخيام لاستكمال انتشال جاثامين 15 قاتيلاً ما زالوا تحت الأنقاض بفعل الهجمات الإسرائيلية والتي استهدفت منزلهم منذ ثمانية أيام يذكر أن الصليب الأحمر كان قد انتشل خمسة قتلة منذ يومين إلى أن عملية رفع الأنقاض احتاجت إلى أليات أكبر من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم ومن الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأخبر أهلاً بكم أبدأ معك يا غنوة مساء الخير أنت الآن في جولة في إحدى المستشفيات في بيروت نتعرف منك على الأوضاع فيما يتعلق بالقطاع الصحية صحيح نحن الآن في مستشفى الجعتاوي ما نراه خلفنا هو اجتماع لمنظمة الصحة العالمية مع وزير الصحة إضافة إلى ممثلين من المستشفى وإدارة المستشفى هذه المستشفى هي واحدة من مستشفيين في لبنان يقوم بمعالجة الحروق فقط وخاصة أمر معالجة الحروق اشتد يعني الحاجة إلى أقسام لمعالجة الحروق في لبنان اشتد بعد الحرب خاصة بعد تفجيرات أجهزة البيجز والآن أيضا وصل منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا للانضمام إلى هذا الاجتماع وإلى هذه الجولة كما ذكرنا بأن هذه المستشفى هي واحدة فقط من مستشفيين في لبنان من المفترض أن يكون بعد قليل هناك جولة على قسم معالجة الحروق الذي كان مع بداية هذه الحرب كان في هذا القسم يوجد فقط تسعة أسر لمعالجة إصابات الحروق ولكن بعد 23 سبتمبر الماضي وبعد تفجيرات البيجرز رفعت المستشفى قدرة استيعابها إلى 25 سرير ولكن هذا الأمر لا يزال غير كافي لأنه عدد كبير من الإصابات التي تأتي إلى المستشفيات بحاجة لمعالجة الحروق بعد استهداف المنازل بغارات بطبيعة الحال بينهم أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في هذا المستشفى فقط هناك ثمانية أطفال يخضعون للعلاج بسبب تعرض منازلهم لغارات أدت إلى إصابتهم بحروق أحيانا تتخطى نسبة الحروق 50% من أجسامهم إضافة إلى أن تلك الحروق هي حروق متقدمة تصل إلى الدرجة الثالثة وأحيانا المستشفيات في لبنان خاصة هنا حيث نقف يعني يكون بحاجة إلى الاختيار بين المرضى بحسب يعني السوء الحالة نظرا لعدم وجود الأقصام الكافية كما ذكرنا لتلك الحالات في لبنان طيب غنوة بتأكيد سنتابع معك كل التطورات شكرا جزيلا حتى اللحظة وأذهب إلى تلك الحالة ترجمة نانسي قنقر